بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله أن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام ويحشرنا في زمرة خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام لقاؤنا هذه الليلة يدور حول مثل آخر من الأمثال النبوية هذا المثل يبين لنا فضل الذكر وهذا الحديث يرويه لنا أبو موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت وفي رواية أخرى جاء بلفظ آخر وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت أو كما قال عليه الصلاة والسلام الذكر الذكر وهو خلاف النسيان والغفلة والذكر جاء في القرآن الكريم في مواضع متعددة وجاء هذا اللفظ لفظ ذكر جاء بمعاني مختلفة على حسب السياق وغالبا ما يأتي بسيغة الأمر كقول الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وقوله تعالى وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون شرق وبينة ورغفة الأشئال الله سبحانه وتعالى تأتي بحثة نتعالى وكتيرا لعلكم وعلم من مبنس ومن مبنس موسيقى Son vrai nom c'est Abdullah ibn Qais Qu'Allah soit satisfait de lui Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La différence entre celui qui évoque Allah Et celui qui ne l'évoque pas Est semblable à la différence qu'il y a entre le mort Entre le vivant et le mort Le mot dhikr Qui trouve son origine en fait Dans la langue arabe C'est Vakara C'est souvenir de quelque chose Et dhikr C'est le contraire de l'oubli Et de la négligence On trouve ce mot Vakr Dans plusieurs passages dans le Coran Et souvent On le trouve sous forme d'un ordre Comme par exemple Juste à titre d'exemple Allah subhanahu wa ta'ala dit Dans le sens du verset Et mentionnez-moi Je vous mentionne Ou évoquez-moi Je vous évoque Il y a un autre passage Où Allah subhanahu wa ta'ala dit Dans le sens du verset Ou vous qui croyez Évoquez Allah d'une façon abondante Donc Le mot Vakr N'a toujours pas le même sens Dans le Coran C'est suivant l'utilisation Du mot Dans le verset Ce qui nous intéresse le plus ici C'est le hadith Le sens du hadith Et c'est exactement C'est le contraire De l'oubli Et de la négligence Car le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dit clairement Que la différence Qu'il y a entre Celui qui mentionne Allah Et celui qui Ne mentionne pas Allah Est semblable Ou bien Est comme la différence Entre Quelqu'un qui est vivant Et quelqu'un qui est mort Je vous laisse imaginer La différence Qu'il y a entre Le vivant Et le mort Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le donne cette comparaison Justement C'est pour attirer notre attention Sur l'importance De Al-Zhikr Le rappel D'Allah El-Nabi Sallallahu alayhi wa sallam Daraba Hada Al-Mathal Hatta Yukarrib Al-Mahna Yadaraba Al-Mathal Mahsous Yitrak Kul wahid Manna Yerar هذا الفرق L'adden Bain Al-Mahy Al-Mahy Yitrak Huna Fruقات Kثيرة Bain Al-Mahy Yitrak Al-Mahy Yitklem Y-eakul 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 القلب أو موت القلب لذلك الله سبحانه وتعالى قال في سياق آخر قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أي كان عندك قلب حي فسيتعب فعندما يذكر الإنسان يتذكر يتعب لكن إذا كان القلب قاسم إذا كان في القلب قسوة فإنه لا يتعب ولكن دواء القسوة هو ذكر الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا قال في المحكمة تزيله ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فذكر الله هو الدواء والذكر أنواع الذكر أنواع هناك ذكر بالقلب وذكر باللسان وذكر بالجوارح الذكر الذي هو بالقلب هو التفكر في الخلق في خلق السماوات والأرض ثم يأتي الذكر باللسان الذي الذي جاء أو ما ورد من الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كأذكار الصباح أذكار المساء في كل الإحوال سواء كنت دخلت في المنزل أو خرجت من المنزل أركض في السيارة نزلت من السيارة قبل أن تلبس قبل أن تأكل قبل أن تشرب قبل أن تناو بعد أن تستيقظ من النوم حياتك كلها ذكر هذا فقط إذا ذكرت الله والذكر هنا يكون باللسان أيضا التسبيح التحميل التهليل هذا أيضا ذكر قراءة القرآن ذكر الصلاة الصلاة ذكر الله سبحانه وتعالى وأقيم الصلاة لذكري فهذه كلها أذكار فعندما تذكر الله لسانك يصبح رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى وهنا تشغل نفسك بطاعة الله لأن النفس أو اللسان اللي لم تشغله بطاعة الله أو بذكر الله فشغلك بالباطل كالغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك وهناك ذكر بالجوارح كل طاعة تعملها كل عبادة تعملها فهي ذكر لله سبحانه وتعالى جو 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 رابل كو لذكر كو أتخي فكتوية سو بيزر مانيار نزعون لذكر كي تفكتوية بحوالة تعملها بحوالة تعملها تسبه سبحان الله aussi الحول على قوة الله استغفار c'est un ذكر c'est un rappel la récitation du Coran c'est un ذكر la prière c'est un ذكر et aussi toutes les invocations que nous disons au matin et au soir avant d'entrer à la maison quand tu sors de la maison عندما تنظر البحث عندما تتشغل عندما ت passado اول تنزيد عندما تتصلم عندما تتنظر عندما تتعب سبحان الله كل شيء فعل شيء كل شيء شبهٍ قليلاً اوضح conformي الذي درس الله تعالى سنفي, سهل حفوريًا. هذا هو جهدًا كله يوم هو وحفوريًا إنها حفوريًا فإن حفوريًا هذا حفوريًا يسكنون الوحفوريًا أمام لكن امام يمسقون هذا هو في محفوريًا لغترقاءً لك يعود للمشاهد الله سمتشاهدًا حفوريًا ظهوريًا مقارنة هذه المترجمات أجل له قرر إليه السبارة يجب أن تبعسل على المساعدة أعداد قرر لدينام منذ له قرر على كل أدرس عمل عليك أن تبعوا ساء عبدت أرجوكي أعنيких الكثيرات سأستهجائة فلآن تطير المعسية لأنني أردنا لذلك قام بالتبادي لذلك قام بالفعل عن الماء عن ألم بهذا الصبع الله ذكر إذا لم تكن أي حقًة إن فالسحة كنت موجودة ممأ� problem فقط أن تغطي قصير فلس هم موجودة فقط أن تغطي قصير فقط أن تغطي قصير ولكن على خطية كلمة dumped الخير التي سمتشيط الإنسان لا ت做 unterstützen في تقول أنني وجود فَاِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَارْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْ فذكر الله يكفيك أنك إذا ذكرت الله فأن الله سبحانه سيذكرك وإذا ذكرك الله فستغشيك سكينته وتعمك رحمته ويستجيب الله سبحانه وتعالى لطاعاتك ولعباداتك ويتقبلها ويتقبلها فذكرك لله سبحانه وتعالى يقربك منه لذلك في الحديث في آخر الحديث يقول فَمَنْ تَقَرَّبَ إِنْيَا شِبَنْ تَقَرَّبْتُ إِلْهِ ذِرَاعًا وَمْتَقَرَّبَ إِنْيَا ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلْهِ بَاعًا وَمْنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً فلذلك الذكر هو باب يفتح باب القبول باب الذكر يفتح باب القبول وباب الاستجابة وها نحن في شهر رمضان الذكر مناسب لهذا الشهر سَبْحَانَ تَعَنَا مِنْ ذَاكَرِي Voilà donc les frères et les sœurs le fait de mentionner Allah il vous suffit que quand tu mentionnes Allah, Allah te mentionne quand tu le mentionnes tu te rapproches de plus en plus vers lui et plus tu t'approches vers lui plus Allah accepte tes adorations plus il te guide plus il te comble de ses bienfaits de sa miséricorde il te donne il accepte, il ouvre les portes de sa miséricorde envers toi et Allah te mentionne ça veut dire Allah te mentionne, c'est-à-dire il ne t'oublie pas et ça c'est un bienfait le fait que déjà même quand tu le mentionnes quand tu l'évoques, quand tu l'invoques ça veut dire que c'est Allah qui t'a aidé à l'invoquer cet instant est meilleur et c'est un rappel que Dieu ne t'a pas oublié parce qu'il t'a donné cette possibilité de l'invoquer afin que lui t'invoque afin que lui te mentionne afin que lui te compte de ses bienfaits je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit parmi les gens qui le mentionnent de façon abondante qui nous pardonne nos péchés qui nous pardonne et qui nous guide vers le bon chemin et qui nous donne qu'il t'a aidé à l'invoquer qui n'a aidé à l'invoquer 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 من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرف تعين اللهم ارحم موتانا في هذا المقام اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين عامة وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وبالإجابة جدير وصل اللهم وسلم بارك أنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته